وإلى مدارنا البرلماني رئيس الوزراء الحالي والزعيم حزب الليكود بن يمينة نيهو يعلن للمرة الأولى منذ حوالي عقدين فشله في تشكيل الحكومة ويعادة كتاب التكليف إلى الرئيس روفين ريفلين والذي سلم بدوره التكليف إلى زعيم تحالف كحولفان بني جانس وللمرة الأولى منذ سنوات أيضا يشرك النواب العرب في محادثات تشكيل الحكومة ووسط كل هذا تبرز تخوفات من تعثر تشكيلها من قبل جانس لعدم حصوله على أغلبية برلمانية ما يعز فرص التوجه إلى انتخابات ثالثة وللمزيد حول هذه التفاصيل نتحول إلى زميل الصحفي في I24 عمر ربيع عمر مل جديد أيضا يعني هذه المرة الأولى منذ حوالي عقدين نتنياهو يعيد تكليف تشكيل الحكومة إلى رئيس ريفلين ما السيناريوهات المتوقع الآن السيناريو المتوقع أو هما السيناريوهين أثنين متوقعين في هذه المرحلة الأول هو نجاح كحولفان بتشكيل الحكومة بحكومة وحدة وطنية مع الليكود ومع كتلة اليمين وهو سيناريو مستبعد لأن كحولفان يرفض الدخول بتحالف مع جميع أحزاب اليمين وبالتالي فإنه سيفقد الأغلبية في داخل الحكومة حلثت مع حزب الليكود لوحده ودون نتنياهو بالطبع والسيناريو الثاني بشار هو دخول كحولفان طبعا بحكومة أقلية لا تحوز على غالبية في البرلمان ولكن من دعم من قبل القائمة المشتركة من قبل أعضاء الكنيسة العرب من خارج الحكومة وهو أيضا أمر مستبعد وإن كان هذا السيناريو الأكثر احتمالية فإن هذه الحكومة حكومة الأقلية لن تدوم أكثر من بضعة أشهر كما يقول المحللون والسيناريو الثالث وهو الأقوى وهو التوجه لانتخابات إسرائيلية ثالثة في غضون عام ومن المتوقع أن تجري هذه الانتخابات في أواسط مارس وسوف تفرز نفس النتائج عمر وسوف ينتهي بين المطاف في نفس الأزمة بالطبع بحسب الدستور الإسرائيلي غير المكتوب بشار فإن كحولفان أو غانت لديه مهلة أسبوعين لتشكيل الحكومة وبحل فشلة في تشكيل الحكومة فإنه سيعيد التفويد لرئيس الدولة رؤوفر ريفلين الذي سينقل الكرة بدوره إلى الكنيسة ليطلب منها ترشيح رئيس حكومة منها يستطيع أن يحوز على غالبية عادية من ثقة عضاء الكنيسة عددهم طبعا 620 عضوا وطبعا في هذه الحالة بشار كما يرجح حزب الليكود فإن الحكومة فإن الكنيسة عفوا لن تكون مركبة من كتل وإنما ستكون مركبة من أحزاب على سبيل المثال المعسكر الديمقراطي سيعود ليكون مشكلا من ميرتس وحزب باراك وأيضا حزب العمل سيعود ليكون حزب العمل وجيشر حزب الليكود سيعود ليكون حزب الليكود وحزب زيهوت وحزب كحلون هذه التركيبة الجديدة التي ستكون في الكنيسة يقول حزب الليكود أنها ستسهل عملية تشكيل الحكومة وبالتالي تفادي انتخابات إسرائيلية ثالثة في غضون عام اليوم جانس بدأ بالمفاوضات عمليا ولكن هذه الرغبة منه تحطمت على صخرة العناد نقول لأحزاب اليمين التي ترفض الدخول بمفاوضات مع كحولفان بدون الليكود عمليا الحاردين جانس يتوجه إليهم لينضموا إلى الحكومة وهم يرفضون يكونون له إذهبوا وتفاوض والمفاوض بإسمنا هو حزب الليكود نعم ضمن هذه المحادثات أيضا كان هناك توجه للقائمة العربية المشتركة أيضا للمرة الأولى منذ سنوات ما التفاصيل حول المحادثات مع القائمة حتى الآن عمر اليوم أسامة السعدي عضو الكنيسة تصرح بشكل رسمي أن كحولفان توجهت إلى القائمة المشتركة باستثناء التجمع توجهت إلى القائمة المشتركة وهي من أربع مركبات نعم لأن تجمع أحد المركبات هو رفض التوصية على جانس بالطبع وبالتالي فإن القائمة المشتركة ترفض طرفنا باتا أن تكون بمحادثات مع جانس بدون التجمع وأسامة السعدي يقول أن المطروح فقط هو دعم جانس من خارج الحكومة وعدم دعمه من داخل الحكومة الأحزاب العربية ما زالت ترفض الدخول في الحكومة والمشاركة في الحكومة الإسرائيلية على الرغم من أنها كما قلت بشر ولأول من الله منذ عقدين تقريبا الأحزاب العربية تكون في لب تشكيل الحكومة وفي المحادثات التي تجري في إسرائيل لتشكيل هذه الحكومة التي ستستلم ملفات هامة لأنها آخر حكومة كانت تسري بشكل رسمي كانت قبل سنة تقريبا وبالتالي فإنه منذ عام حتى اليوم هناك في إسرائيل حكومة انتقالية مؤقتة فقط والحكومة القادمة ستواجه كما قلت بشار العديد من التحديات حتى قبل أن تولد وصلت الفكرة زميل الصحفي في 24 عمر ربيع شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة